مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع حلقة الخامسة اعتقد من أسئلة وأجوبة عملنا أربع حلقات كنا نتوقعين حلقتين لكن الأسئلة كثيرة نحكي مرة ثانية أنا مش مستشار هجرة قانوني مرخص ولكني حصلت على هذه الأسئلة من الكومن تبعك وما بدي أتركها بدون إجابة فقررت أني أشتغل عليها عملت لها برينت كلها وحصلت على الأجوبة من موقع الهجرة الرسمي فإن شاء الله إذا كان في خير ادعو لنا وإذا كان في خطأ فأعذرونا ونعتذر جدا وإن شاء الله ما يكون في أخطاء هل هناك تخصصات مطلوبة أكثر من غيرها؟ نعم الهجرة في كندا تطلب تخصصات معينة هذه التخصصات هي اللي مطلوبة وبتعطيك علامات زيادة غير هيكد ما تدخل فيه شغلة اسمها النق اللي هي National Occupation Classification هي اللي بتعطيك هل تخصصك مطلوبة ولا لا؟ حكينا عنها في فيديو كامل ماذا لو قدمت شهادة خبرة أو ورقة مزورة؟ يا جماعة لا تحاولوا أنكم تزورون لأنه إذا لا سمح الله اكتشفوا أنه في تزوير في أوراقه أو ملعوب الأوراق الحكومة الكندية بتتصل بالأرقام الموجودة وبتتأكد في ناس كتير انمسكوا بموضوع التزوير في ناس كتير تبهدلوا في ناس كتير سحبت منهم حتى الجنسيات يعني إذا اكتشفوا أنه ملفك مزور بعد ما تحصل على الجنسية ممكن أن يسحبوا لأنه شرط أنك تحصل على الجنسية أنه تكون كل أوراقك صح أنت ضربت أوراق معناها أنت خلفت القانون وبالتالي المشكلة كبيرة في ناس مسكوا عن طريق السوشال ميديا حطين في اللينكتين أنهم بشتغلوا في مكان وهم في مكان ف ناس يعرفوا يستخدموا الكمبيوتر يعرفوا يتصلوا يعرفوا يسألوا وفي عندهم ناس عرب يحكوا مع العرب ف ما تحاولوا تزوروا لأنه يعني ما حتوصلكوا ل يعني ممكن تنجح بس أنا طبعا بحكي أنه هذا ليس بداية الخير عشان تيجي هل ممكن أقدم أكثر من شهادة خبرة نعم بتقدر تقدم أكثر من شهادة خبرة المطلوب أنك آخر خمس سنوات شهادات خبرة لكن إذا قدمت أكثر ما في مشكلة ما حتنقص كيف أستخرج الشهادات الدراسية الشهادات الدراسية سواني لك أو لأبنائك بتروح على وزارة التعليم أو إدارة التعليم في منطقتك بعطوك الشهادات الأفضل أنك تستخرجها بالإنجليز إذا ما استطعت لازم تترجمها الإنجليزي شهادات الكلية والترانسكريبت بتقدر تطلع الدبلومة والترانسكريبت من الكلية باللغة الإنجليزية أو من الجامعة وبعطوك إياها عادة من الرجسترار أو شؤون الطلاب والتسجيل ماذا لو معي شهادة مش مترجمة غير مترجمة أي ورقة بتقدمها في كندا لازم تكون يا إما بالإنجليزي أو بالفرنسي ما عدا جواز السفر لأنه عادة باللغة الإنجليزية غير ذلك عدم المحكومية المرضية أو الشهادات المرضية هاي أكيد راح تروح على مركز معتمد فهيرسلوها بالإنجليزي غير هيك لازم تكون بالإنجليزي والفرنسي بتقدم لكيبيك لازم بالفرنسي فقط ماذا عن شهادات الميلاد؟ شهادة الميلاد ممكن تصدر في معظم الدول العالم من سواء وزارة الصحة من الأحوال المدنية أو من وزارة الداخلية حسب ما بعرف كل دولة إلها مكان لكن ممكن تصدرها باللغة الإنجليزية في معظم دول إذا ما صدرت باللغة الإنجليزية لازم تترجمها معي جواز سفر ساري المفعول ولكن عليه تأشيرة رفض لأحد الدول الأفضل تغيره يعني خاصة إذا دول مثل أمريكا أو الشنغن كم صورة مطلوبة من جواز السفر؟ وهل أترجمها؟ عادة بتعمل إسكان للصفحة الرئيسية ما بتترجم جواز السفر ما بتترجم لو هناك يعني ما في ترجم لا ما في لجواز السفر لأنه بمعظم جوازات سفر كل جوازات سفر بالإنجليزية ما بعرف زيه جوازات سفر بس بالعربي جواز سفر أو بالفرنسي سفرت إلى دولة ما ولا أريد ذكرها في الملف أعمل إيه؟ جواز جديد بصدر جواز جديد ما بعرف إيش الدولة لكندا ما فيه كندا دولة هل استخرج جواز سفر للأولاد؟ نعم لابد استخراج جواز سفر لكل شخص بده يهاجر على كندا حتى لو كان طفل رضيع ما فيه إضافة على زواج الأب أو الأم أرغب في الهجرة وحدي وترك الأولاد في دولتي كاتبه الدولة لما تتقدم على الهجرة لابد أنك تكتب أسماء كل العائلة سواء بدهم يرافقوك أو لا إذا ما بدهم يرافقوك بتحط X وما بتدفع عليهم فلوس هذا إذا ما بدك يرافقوك إذا بدك يرافقوك بعدها بتدفع عليهم وتكمل الإجراءات وهم إلهم 6 أشهر أو بعطوهم فترة معينة لهم بحطوهم الفيزا على الجواز وبالحقوك في أي فترة أعتقد يا 6 أشهر يا سنة حسب كل سمعت أنا سنة الآن بس أنا في وقتي كانت 6 أشهر هل هناك كشف طبي قبل السفر؟ نعم كشف طبي في مكان معين يعني هم بحكوا لك في مدينتك مثلا في مركز أو مركزين أو في المدينة القريبة منك بتروح عليهم بتدفع لهم مبالغ عادة بتكون غالية شوية بس يعني مقبولة وهم بعملوا كل شي برسلوها لإدارة الهجرة ما هي الرسوم الهجرة لكندا؟ الرسوم بتختلف حسب البرنامج اللي بتقدمه وحسب المقاطعة الأساسي تقريبا 550 دولار فما تقريبا الأبناء 150 لكن بختلف من برنامج لبرنامج في برامج 1500 في برامج 2500 فصعب أنك نحكي كله موجود على الموقع وكل حسب البرنامج بتقدم عليهم ممكن ما دفعش للأولاد والزوجة وقدم بمفردي عادة لا لازم تدفع لأنهم عارفين أنك بدك تجيبهم إلا إذا كنت مطلق طيب إزاي أعمل الشيك الموجه للحكومة؟ طبعا الحكومة ممكن تدفعها عن طريقتين يا إما كريدت كارد يا إما شك في حالات كتير ناس حكولي أنه الرفض بسبب الكريدت كارد كان عندهم لمت ومش عارفين هم أنه في عندهم لمت من البنك فانتبع على هاي الشغلة والرفض من الدفع ومش عارفين هم ما وصلهم شيء فلازم يكون عندك كريدت كارد كافية أنك تدفع كل المبالغ لازم تدفعها دفعة واحدة ما بتقدر تقصتها أو تعمل شيك عن طريق ماني أوردر للحكومة الكندية من أي بنك ممكن تسويه بسموه The Receivers General of Canada أو For Canada وهذه حكومة فدرالية وبتعاملوا عادي بالإنترناشنال شيك ماني أوردرز أو شغلة بسموها Certified Check ماذا لو ضاع الشيك مني أو في البريد؟ ألا إذا ضاع بدك تروع على البنك وتوصل مع البنك وتتواصل مع البنك وشوف شو الإجراءات هاي بينك وبين البنك يعني من حق من صرف الشيك إذا عملت سيك موجه للحكومة الكندية بس الحكومة الكندية بتقدر تصرفه وهي وزارة المالية في كندا أو في كيبك أو في كندا اللي هي The Receivers General for Canada هم هدول الوحيدين بقدروا هايف يكون بانتصب عليه لك حق أنك تخاف في للأسف كتير مستشارين هجرة غير مرخصين بيشتغلوا في هالمجال وفي مستشارين هجرة مرخصين وبتلاعبوا بدك تسأل بدك تعمل زي ما بيحكوا الهومورك تدرس تسأل على الناس تسمع شو بيحكوا تدخل على موقع وعلى صفحته على الانترنت كل معظم الناس هلا عندهم صفحات على الانترنت شو الناس بتحكي عنه تواصل مع ناس اشتغلوا معهم واسأل موضوع مش سهل ممكن تقدم لحالك لحالك انت بتاخد الرسك اذا غلطت اي غلطة برجعلك الملف اكثر مرة لكن انا قدمت لنفسي بدون اي شخص هل ممكن استرد الشيك بعد ما السفارة استلمته؟ لا الرسم اذا دخل الملف عادة اول رسوم غير مستردة في رسوم الفيزا اذا رفضت الفيزا بتستردها بس الرسوم الاولية غير مستردة هل هناك رسوم لمكتب الهجرة؟ طبعا مكتب الهجرة بيشتغل وعنده ناس بيشتغلوا فاكيد بدوا رسوم ورسومه بتكون من 4000 دولار تقريبا نحكي 3000 دولار حسب المكتب وحسب الخدمات بقدم لك اياها الى 40.000 دولار في ناس عندهم مثلا البيزنس وما البيزنس بيسووا بيزنس بلان بيختلف هل احتاج لتوثيق اي اوراق من الخارجية؟ لا لا ما بتحتاج ماذا عن تصريح العمل؟ هل محتاج استخرجه قبل السفر؟ لا اذا طالع هجرة على كندا ما بتحتاج الى تصريح عمل لانك اول ما تدخل بيصير معك الPR والPR باهلك انك تشتغل في كندا هل اللغة شرط للهجرة؟ اكيد اول شرط للهجرة اول سؤال بيسألك يا في بوقع الهجرة هل تقدمت على اختبار اللغة؟ اذا كتبت نوع سيقول لك لازم تتقدم على اختبار اللغة اختبار اللغة سواء الايلتس او التف اللغة الفرنسية مهم هل سيحتاج الى ايلتس؟ ايوه طبعا ستحتاج الى جنرال ايلتس في اكاديميك ايلتس و جنرال ايلتس الجنرال ايلتس هو المطلوب اذا قدمت اكاديميك هو اصعب شوية و جبت العلامة الموجودة ما عندك مشكلة كل ما جبت اعلى كل مكان احسن اه عشان تحصل على 16 درجة لازم تجيب اقل اشي 7 في كل الاربع اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية والاكاديميك للدراسة لكن برضو بزبط للهجرة الاكاديميك اصعب خاصة في الريدنج بكون في ارتيكلز اكاديمية يعني اذا بدكش تدرس في كندا ما في داعي تقدمه وللعلم انه هو صالح لسنتين فمعظم الناس اللي بتقدم ايلتس للهجرة بخلص قبل ما يوصلوا على كندا لانه بكون اول خطوة مقدمها هل اختبار الايلة الصلاحية نعم حكينا انه سنتين من تاريخ الاختبار وبحتاج طبعا هل تستحق هجرة كندا كل هذا المجهود سؤال صعب نجاوب عليه كل شخص هو اللي بقدر حاله لازم تجلس انت وابنائك وزوجتك وتجلس وتفكروا في هذا الموضوع الموضوع في معاناة في صرف مالي في صرف مادي في ناس مبسوطين في بلادهم وعايشين حياة كويسة وكريمة وفي شغل فما بحتاجوا بقول لك ليش اروح في ناس لا بقول لك انا هناك امان وهناك استقرار انا بدي ادرس ابنائي وتعليمهم بعتمد عليك سؤال كتير صعب اجاوبوا انا شخصيا كل واحد الو جاوبوا في ناس هون رجعوا من كندا بعد ما عاشوا هون ثلاث سنين اخدوا الجنسية وروحوا بسموهم هجرة المعاكسة رجعوا على البلاد يشتغلوا خاصة اللي كانوا يشتغلوا في دول خليج بجدوا هون صعوبة في ايجاد عمل بكونوا يشتغلوا غاد وهون للأسف ما بقدروا يحصلوا على نفس العمل والدخل في ناس كتير عوائل بعرفهم انا الاب بيشتغل لسه في الخليج وهم ولاده هون عايشين باعتمد كتير تابعونا في الحلقة القادمة لأسئلة وأجوبة وان شاء الله نرضيكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد